سجلت حركة البواخر القادمة إلى ميناء العقبة نمواً بنسبة 18% منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد دلبيح قال إن 1703 بواخر وصلت إلى العقبة منذ بداية العام الحالي لتسجل ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي الذي سجل وصول 1449 باخرة بسبب استعادة جسر أو شركة الجسر العربي نشاطها بين العقبة ونوابع أما حدد الحويات الصادرة والواردة فقد سجل تراجعاً بنسبة 10% حتى نهاية تشرين الثاني الماضي جراء استمرار ارتفاع أجور شحن الحويات عالمياً